وصلت قوافل صندوق تحيا مصر للأسبوع الثاني على التوالي توفير المستلزمات الطبية لأقصام العزل بالمستشفيات الحكومية والجامعية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة والتي أطلقها الصندوق لمساندة أجهزة الدولة في مواجهة تدعيات فيروس كورونا المستجد من جانبه قال تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة نجحت حتى الآن في توفير 240 جهاز تنفيذ صناعي وألف مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة و16 ألف بدلة عزل وواقية وكذلك مليون كمامة جراحية و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم وألف كاشف للفيروس و50 بوابة للتعقيم